الخبر الأول اللي عدنا عن ياسو ليش هي قاطع عن اليوتيوب فأخر مقطع نزلت على قناتها كان من أسبوع وإلى الآن ما نزلت فيياسمين نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات الوحي من المتابعين يسألها ليش هي قاطع عن اليوتيوب فترد عليه ياسو بسبب أنه عدها دراسة ولكن طبعاً أكيد منتظرين العودة الخرافية الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكيت فسام نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بها بسبب تعليق الجتيع على حسابها بالإنستغرام متحمس كل شو قررنا ننزل مقاطع اليوم رح ينزل مقاطع على قناتها باليوتيوب الساعة بالأربعة فراحطوكم هذا الستوري شوفوا على فكرة من كترة التحفيز والكومنتات والرسائل الخارقة اللي وسطني هولا على إنستغرام شكراً لإلكون ما تحمل دغري إما تصورت فقرة مقفة الخرافية رح حاول أعملها من هون لبكرة بس بدي بكرة تعليقات تكوننا ارتفقنا أبلودينج الحلقة عم ترفي على يوتيوب بكرة الساعة أربعة بتكون جاهزة الحلقة بتموت أقسم بالله أنا متحق عم حاقيق ونجدك منتل أيام زمان ما بعرف شو اللي صار بس تعليقات حلوة بس كمان تعليقات بكرة لازم تكون حلوة اللي ما بيطلع معه تعليق لايكتك أما اليوتيوبر الثاني فهو شاهدوا سيمند فسيمند نزع على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات اللي يعني من خلالها عن نزول مقابلتهم الجديدة ولكن للأسف ما حددش وقت رح تنزل بالضبط أو علي قناة بالضبط فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج قدرتون تحمسين هذه المقابلة أو لا الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم مقتحام جيش بيسان وأنس على قناة نارين بيوتي ومقطعها الأخير من الأسبوع فحاليا تدخلوا على المقطع وتنزلوا على التعليقات رح تشوفون أنه كل التعليقات انقلبت بالإنجليزي ومكتوب عليها جيش بيسان وأنس وطبعا هذا يعتبر الرد من جيش بيسان اسماعيل بعد ما تهجموا عليها بالمقطع الأخير النزلتها فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج شو رايكم بالتهجم اللي تعرضت لنارين بيوتي وهل تستحقها أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن تسريبات أغنية أحمد أبو الرب الجديدة فالتسريب الأول اللي عدنا هو بالمقطع الأخير النزل التقريبا بآخر ثاني كان مكتوب أغنيتي حتكون مع بنت أما بالنسبة التسريب الثاني فأحمد نزل على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات كان بهوية الفاعوري اللي هو شخص اللي غنويه الأغنية الأولى وحسب ما قال إنهما حالين جايسين وكتبون كلمات الأغنية الجديدة أما بالنسبة شوكت رح تنزل الأغنية الجديدة فأحمد نزل ستوري يقول بي إنه الأغنية رح تنزل بشهر 12 على كل يرحطوكم هذه الأغنية تشوفوها جماعتي حالينا قاعد مع الفاعوري مساء الورد والحب والياسمين شو حلوه هاك شو طواقل حلوه كمان الله عليك أخوي طواقل فاعوري هو هلأ لو هي قديم من يكتب الأغنية الأغنية مش مع الفاعوري عشان هيك عب أحكي لكم أنهما معي هسا قاد بيساعدني انت مش فاهمين علي انت بفكروني عم بعوك لما أحكي منه الأغنية تقربت ملأ الأغنية بشهر 12 حتنزل يا جماع يعني خلال شهر هذا إن شاء الله آه طبعا هوا أغلب المتابعين متوقعين أنه اغنية ستكون هي نور ستار ولكن الصراحة ا рассتوقها أنها اغنية ممكن تكون sue روزا فمادري بصراحة أنهكتبونا بالكمنتاتة وسأتوقعوا انها رح تكون جديدة الخبر الخامس الللية عدنا عن نور مار وهي رح يترك اليوتيوب فنور مار سعى أحمقه بالإنستغرام شوية هشوية هصتي الواحد من المتابعين يقول له احنا معك على الموت بس لا تتضايق ويرد عليه نورمار لو لاحظتم انه باخر فترة مدادة فاعل من مواقع التواصل الاجتماعية لانه متذيق وهو يفكر انه ممكن انه يترك اليوتيوب وانه يختفي اصلا ولكن يسوي حبه لمتابعين ما سوى هذا الشي وبعد ان ازه هذا الستوري الثاني اللي يقول انه هو الصراحة فعلا فكر انه يترك كل شي ولكن لانه يعتبر متابعينه مثل عائلته هو ما سوى هذا الشي طبعا ما يعرف اساسا ليش هو نورمار معصب فيروح يشوف المقطع السابق اللي شرحت به الموضوع كامل بس والله كتبونا بالكومنتاش ورايكم بكلام نورمار اللي قاله وبس والله انه وصلنا لانهات المقطعات من المقطع جاوكم لسو تحطون لايك تسرقوا بالقناة شانا اكون فائزة مخاطفة من مكتل القصص وبس مع السلامة